بسم الله الرحمن الرحيم الاخبار بشكل مجرد من الاراء الشخصية اما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعود للمتابعين ونحن لا نتحمل مسئولية انا بقول لك هو اذا هو التصعيد وبات من الواضح احبائي اننا نقف على عتبات حرب اقليمية مفتوحة هل تتحرجت الكرات هي لسه بدأت في التدحرج ولا زال من الممكن الليلة هذه كلها اللي حاصطة الان ولكن الوضع خطير جدا ونحن اقرب الى الحرب الاقليمية الكبرى من اي وقت مضى سيبك من العشر شهور اللي راحت الاحداث الان اكثر حماوة وفي الحقيقة لو تركز تكتشف انه كل الاحداث التي تحدث في الشرق الاوسط غير منطقية انا اتحدى اي واحد الان يقول لي حدث واحد خلال العشر اشهر هذه منطقي كل الاشياء التي تحدث غير منطقية في الحلقة هذه انا مش اعطيك عنوين احنا هنتعمق في قلب السياسة وهنحلل وقد تسمعوا مني كلام غريب وقد يكون صادم في بعض النقاط هنحصد الكل معانا اليوم فارجو من الجميع ان يتحملون وعشان تفهم الليلة هذه كلها يبقى لازم احكي لك اشتركوا في القناة احبائي اضغطونا لايك الان ارفعونا ريت هذه الحلقة واكثروا من الصلاة على النبي في التعليقات كتب الله اجري واجركم ونبدأ على بركة الله وتعالى احكي لك اهلا وسهلا بكم مرة اخرى اصدقائي احنا الان بنصور على الساعة العاشرة الا ربع مساء قبل عدة ساعات من الان كان هناك غارات اميركية بريطانية على محافظة حجة يأتي هذا بعد يوم واحد من الغارات الاسرائيلية على ميناء الحديدة الامور انفجرت تماما بعد احداث ميناء الحديدة وقبل ان نعرف رد فعل اليمن ومحمد عبد السلام والبخيتي والكلمة اللي يلقاها السيد اليوم تعالوا نشوف الكلام اللي خرج من الفريق الف الفريق الف مباشرة خرج لك يوفقالاند خرج لك نتنياهو وصرحوا انه لا يريدون حرب مع اليمن ولكن نتن كان معاك كلمة غريبة لما قال انه النيرون في ميناء الحديدة او الضربة على ميناء الحديدة هي رسالة للشرق الاوسط وفي الحقيقة انا مش فاهم التصريح هذا لانه يعني تسعين في المية من الشرق الاوسط معاه هما واقفين معاه في نفس الفريق فتستغرب انه يعني هما واقفين معاك وانت كمان يعني بتضغط عليهم بتحرجهم كذا انه هذه الرسالة لكم يعني هما معاك اصلا فليش هذا التصريح الحقيقة الى الان انا مش فاهم هذا التصريح مباشرة بعد الضربة خرج الجانب الاميركي كما اكدت العديد من الصحف اميركا قالت لك انا ماليش دعوة اقسم بالله العظيم ما نسقت معاه انا ما كنتش عارف انه ناوي وفي الحقيقة قد تتفاجأ اذا قلت لك بالفعل انا باعتقاد الشخصي انه اميركا لم تكن موافقة على هذه الضربة عن جد هي ما تقدرش توقفه تفعارفين يعني اذا لو ملاء رأى ماسك صور على بايدن هو عليها مستحمى فما يقدرش يقول له لا حتى لهو مش موافق وانا مؤمن انه اميركا لم تكن موافقة على هذه الضربة ولكن لم تستطع منعها ليش لانه اميركا لا تريد حرب اقليمية ليش هجيك في المحور الثاني عن كل الاطراف التي لا تريد حرب اقليمية وليش هنفسر لك الموضوع برمته ثم خرج الجانب السعودي الجانب السعودي كذلك قال نحن لم نشارك او ننسق او نسحل لهذه الضربة ولكن الكارثة انه الاحلام العبري خرج اصحاب الفريق الف وقالوا نفذنا هذه الضربة على ميناء الحديدة بالتنصيق مع السعودية ومع مصر انت عارف اما ما تركنش عليهم فهاجة انت ما تقول له السر اصلا هو اليوم الثالث لقي طلعهم فهل شاركت انا بتكلم على اعتقاد الشخصي للتسلسل الاحداث المنطقية اما خط صير الطائرات فاعتقد انه الرادارات اليمنية الاقمار الصناعية الايرانية يعني يمكن تحديد مسار هذه الطائرات وحلقت من فوق اي اجواء هل كانت في المياه الدولية مع انه اصلا البحر الاحمر ضيق اصلا اذا حسبت المياه الاخليمية للدول من هنا ومن هنا المساحة ضيقة اصلا كذلك كما قالوا عسكريين انه الطائرات عشان تتزود بالوقود قد تحتاج لعملية التفاف وهذه تحتاج مساحة واسعة ما هي الطيارة مش هتقلب على ظهرها فايش التفاصيل هنا كل شيء هيتضح مين اللي نستقل هذه العملية ومين اللي ما نستقلها طيب ليش انا قلت لك انا اعتقد انه امريكا لم تكن موافقة لانه ببساطة فعليا امريكا لا ترغف اشتعال حرب اخليمية ليش لانه معها مشاكل اكبر الديمقراطيين خلاص اتشتتوا الان وانشفتوا قبل قليل الان بايدن اعلن انسحابه من الانتخابات تا 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 فيه ناس بتفاجعك انهم اخنوش عارفين ناس لين وبهايرشعوا شكلهم كاميلا هارس فامريكا مشهولة بانتخابات معاها مشكلة باوكرانيا ادارة ترامب كذلك هي ترى انه ايران عدو ولكن سياسة انا ما هي من تحب ومن تكره انا مش مشكلتي انا لا بحب ولا بكره انا بحلل لك سياسة الان عشان كلامنا يكون منطقي ومقبول للجميع فترامب يرى ايران عدو ولكنه ليس عدو وجودي بالنسبة لامريكا يعني ايران ليس لديها وسائل لتدمير الداخل الامريكي ادارة ترامب ترى العدو الوجودي لها على هذا الكوكب هي الصين واللي قادرة تدمر امريكا بدون حرب وانما بالالعيب الاقتصادية واذا استمر الوضع كما هو عليه هتتفوق الصين اقتصاديا على الولايات المتحدة الامريكية فادارة ترامب وهذا الواضح حتى الان انها ترى الصين هي اقبر عدو لها فالتورط في حرب اقليمية كبيرة تؤدي الى اشتعال قواعدها في المنطقة واستنزاف خزينتها والان الدنيا انتخابات والداخل الامريكي مضطارب اذا حصلت محاولة تصفية جديدة لترامب الدنيا تولع جوها ولذلك امريكا لا تريد حرب اقليمية في المنطقة طيب هل تريد السعودية حرب اقليمية في المنطقة كذلك هي لا تريد ذلك اصلا خطة الاقتصاد وبناء اقتصاد بعيد عن النفط ايضا هذا كله قد يهدد السعودية فلا اعتقد ان السعودية تريد حرب اقليمية طيب ايران تريد حرب اقليمية اللي يقول لك ايران تريد حرب اقليمية هو ايضا بيضحك عليك ايران لا تريد حرب اقليمية ليش؟ لانه واضحا انه الان مرحلة استعداد مرحلة تسليح مرحلة اقتصاد مرحلة تصنيع ردع نووي انه يكون معانا ردع نووي انتو عارفين معظم الجيوش النووية لا تدخل في حروب مع جيوش نووية لانك قادر تدمرني ودمرك ولا تريد حرب اقليمية الان الا اذا الامور انفجرت وخرجت الامور عن السيطرة ففي التالي هي هتدخل في الحرب هتدخلها اصلا طيب يمكن اليمن تريد حرب اقليمية في الحقيقة كل الاحداث تسلسل الاحداث خلال اخر ثمانة شهر يقول لك انه ايضا اليمن او صنعاء على الاقل لا ترغب في الحرب الاقليمية الكبيرة ليش؟ لانه الكلام واضح انت وقف اللي بيحصل عند الفريق فالساة 11 الساة 11 دقيقة انا وقف كل حاجة من عندي فالهدف ليس اشعال حرب عالمية وانما وقف ما يحدث في القطاع طيب من بين هذولا كلها هل يريد الفريق الف حرب اقليمية؟ هذا انا ما اوصقش اصلا هذا واضح انه زلو ملقرع يتجه الى حرب اقليمية عشان يخرج من الوحل اللي في القطاع مش عارف يحسم ففرصة يقول لك اوسع الصراع واجيب رجل امريكا على ايران وتولى علي وعلى اعداء يا ابا واللي يعتقد انه مسألة التصعيد مع لبنان توقفت انا لا اعتقد ذلك انا اعتقد انه الفريق الف يلعب بخباثة هو مش قادر ولكن واخد الفترة هذي كلها بيرتب اموره بيعد العدة والخطط وكيف ممكن يقلب الامور من الداخل اللبناني وكيف الحروب خدع انتو عارفين اللي احنا العربي قعد نتفرج لازم هو اللي يبدأ عشان ما يقولوش احنا اللي بدينا ففعليا ترى انه لبنان حتى الان رغم التصعيد الكبير اللي حاصل من لبنان الا انه تقدر تقول لا زال ضمن قواعد الاشتباك تصعيد كبير من لبنان ولكن لم يذهب الى ما وراء الخط الاحمر الاخير فتكتشف انه الجميع بماشي على بيتبع سياسة حافة الهاوية ان انا امشي بمحاذاة الحرب ولكن لا اطورط في داخلها ولكن الغريب انه تسلسل الاحداث كله يؤدي بناء الى حرب اقليمية كبيرة والموضوع اللي مش منطقي انك لو سألت نفسك هذا اللي حاصل كله ليش لانه الموضوع اللي في القطاع ما انتهاش لا حصل صفقة اتفق عليها الطرفين ولا الفريق الف عرف يحسم بسبب 360 كيلو متر مربح هناك لم تنتهي الاحداث فيها بالسلم او لصالح ذا او لصالح ذا الحرب هتصير اقليمية وذا صارت اقليمية هتتحول سرعان ما ستصير عالمية طيب بعد قصف ميناء الحديدة رأينا تصعيد حتى الان اعلامي كبير من ناحية اليمن خرج محمد عبدالسلام وقال لا خطوط حمراء مش هو واحد وخرج البخيتي وخرج السيد والجميع اجمع انه لا يوجد خطوط حمراء بعد اليوم ولن نلتزم بقواعد اشتباك ولن نحتفظ بحق الرد وانتظرون في اي وقت واي لحظة وسنحارب بشتى انواع الاسلحة المتاحة لدينا وانه معانا اشياء لا احد يعرف ما هي هتظهر قريبا انتظرونا في اي لحظة اذا تصعيد اعلامي كبير حتى الان نتوقع انه يأتي الرد اليمني خلال ساعات في الحقيقة حاصر رد قبل قليل ولكنه ليس خارج عن المألوف تم استهداف سفينة اميركية قبل ساعات من الان او الاخبار طلعت قبل ساعات من الان كما تم توجيه عدة ضربات الى ام الرشراش او ايلعت الاعلام العبري بيقولك انه تم تصدي لها خرج فيديو لأعمدة دخان من داخل ام الرشراش هل وصلت ضربة ضربتين صدوا الكل المهم انه في رد مبدأي الام والجبهة هنا بدأت تفتح ولكن لسه ما خرجناش من الجانب اليمني عن المألوف بعد عملية تل ابيب الطائرة اللي ضربت الحي الدبلوماسي المنطقة المركزية في تل ابيب كان هذا شيء خارج عن المألوف الرد اللي حصل اليوم لسه ليس خارج عن المألوف ولا نتوقع انه هو الرد الذي توعدت به اليمن ونحن يوتيوب مع السلام تكون فاهم انا مع السلام والمعايشة ونبد الكراهية انا بحل البس وعملية تل ابيب هي ليش عملت هذا الرعب في الكيان اللي عديد من الاسباب ذكرناها في حلقات ماضية ولكن اضف لها عندك انه الان الموسم السياحي في تل ابيب موسم السياحي عبداليات الصيف فالامور بتتصاعد وتتسارع بشكل كبير ثم جاءت الغارة على ميناء الحديدة او سلسلة غارات بيقولوا ضربوا او احرقوا اربعين خزان نفط من الجانب اليمني يوتيوب وهذه ليست وشة نظري الجانب اليمني اذا كان مندفع الان نحو حربة فتوحة الناس بتقول لك ليش تجد انه الجانب اليمني يبرر هذه وجهة نظرهم هما انتو عارفين انا مريخي بيقول لك انتو صعدتوا معايا في المجال الاقتصادي في الملف المالي في البنوك السوفتات شركات الاتصالات اموال المنظمات صعدت معايا في اغلاق المطار والان ضربت لي تكرير النفط ومحطة الكهرباء الرئيسية محطة الكهرباء الحديدة ومنشأت التكرير وحركت لي خزانات وضربت لي الميناء يعني هذا يعتبر تهديد وجودي بعده انا ما عندي ما اخسر هذا تهديد وجودي كامل اذا هذه حرب وجودية انا ما عندي شي اخسره والاخبار اللي خارجها خلال الاخر 24 ساعة انه بوتين توعد بتزويد اليمن باصواريخ مضادة للسفن قادرة على اغراق السفن وحاملات الطائرات وخرجت لك اليوم تقارير وتسريبات انه هناك حملة سرية امريكية لمنع بوتين منعه ضمن صفقة هنعدي لك هادي وكفل لنا الملف هذا ولا بطريقة او بتصعيد او باخر ايش اللي لا يحصل في ملف هذا هنناقشو في حلقة اخرى الحلقة الجاية هنتناول هذا الموضوع تسليح بوتين لليمن بصواريخ مضادة للسفن باستفاضة كاملة طيب اذا قلنا الان ستندلح حرب مفتوحة بين اليمن والكيان ما هي السيناريوات المتوقعة كيف سيكون شكل الهجوم الكياني على اليمن هذه بحتاجة محل العسكري لكن تعال اعطيك انا نبدأ من شكل المواجهة استخدام القاذفات الجوية في كل هجوم هذا امر متعب ومكلف جدا للكيان لانه فيه الفين كيلو متر بعيد وفي الضربة على ميناء الحديدة احتاجوا ان يكون ضمن السرب طائرات عملاقة تقوم بتزويد الطائرات بالوقود في الجو قالوا الطائرات اف خمسة وثلاثين تقدر تروح وترجع اما طائرات الاف خمسة عشر او ستا عشر اللي كانت السرب اضطرت للتزود بالوقود في الجو لانها تتحمل تطير الفين وسبعمائة الفين وثبعمائة كيلو متر بينما الرحلة ذهاب اياب من الكيان لليمن والعودة حوالي اربعة كيلو متر او اكثر بشوية فالحرب الجوية هتكون صعبة طيب الحرب البرية هذا مستحيل طيب حرب بحرية كبارجات ايضا هذا الموضوع يعني هل يمكن اذا ولعت حرب انه الكيان يرسل بارجات او مدمرات برضو الموضوع هنا صعب لانه سيجد نفس مصير حارس الازدهار سفن الناتو والاسطول الامريكي وحاملات طائراته وهي واحدة رايحة واحدة جاية واحدة تفتر وتبعا لطع وترجع ثانية نفس الفكرة هو عارف انه ابو يمن ممكن يخلي له الصواريخ الامريكية والكيانية ابو ثلاثة مليون دولار تقعد تجري في السماء كده في البحار وراء مسيارة بألفين دولار هيا ونت تتخيل المشهد لما شوف صاروخ بثلاثة اربع مليون دولار قاعد يدور وراء طيارة بألفين دولار طيب هل يمكن استخدام الغواصات طيب هل احنا بنستبق الاحداث ايش اللي هيحصل محدش عارف الى الان كيف هيكون شكل التصعيد ولكن قد تكون زوبعة فينجان زي ما سمعنا انه الاسطول الامريكي جاي وعملية حارس الازدهار وكانت اخبار كبيرة في الناية ما حصلش عاي اتضربوا على قفاهم بعدين قال لك حلف النيتو بيرسل اكبر اسطول في تاريخ النيتو اتحاد الاوروبي جاي لليمن في الناية ما حصلش حاجة اتضربوا على قفاهم ممكن يكون الموضوع نفس الشيء طيب اليمن كيف سيأتي الرد اليمني هل ستذهب اليمن الى ابعد حدود الجنون في الرد كأنها تستهدف خزانات الامونيا اشوف اليوم بعض المحللين زي عبدالباري عطوان بيقول لك خزانات الامونيا وانا اعتقد الموضوع هذا صعب انك تضرب خزانات الامونيا اللي هناك هذا معناه انك هتعمل انفجار اكبر من انفجار ميناء بيروت بسبعة عشر عشين مرة وهذا هيكون لي اثار تدمير شامل والتدمير الشامل سيواجه بضربات تدميرية شاملة فاهمين فالقفز الى هذه النقطة البعيدة اعتقد انا باعتقاد الشخصي انا مش عسكري ولا سياسي ولكن انا زي زيكم بنقروا وبنحلل والكيان عندهم مواني ايضا وعندهم خزانات في المواني خزانات وقود وعندهم محطات كهربة هل يمكن ان يتم استهدافه كيف سيأتي الرد اليمني بتسمع كثير اخبار كل القنوات بتقول لك انه الكيان يعيش في حالة رعب من الرد اليمني وهذا الشي متوقع اما عارفين ابو يمن مجاني ما تعرفش كيف هيجي الرد وين ومتى فايش اللي هيحصل في الملف كيف هيكون شكل التصعيد اليمني الكياني قد تنفجر الامور وقد يبدأ الموضوع زي ما جاء حارس الازدهار وكنا بنقول خلاص حرب كبيرة وفنان تال موضوع ضربة من هنا وضربة من هنا وضربة من هنا فتهدأ الامور وقد تنفجر دفعة واحدة قد يدخل الان ضغط عالمي قد يكون فيه تسويات قد يقعد الكبار كلهم على الطاولات ايش اللي هيحصل في اليمن ما حدش عارف الجميع فقد السيطرة وقد تتدحرش كرات الحرب الاقليمية الكبرى في اي لحظة وواضح ان اليمن مش هتعديها بالساحل ضربة ميناء الحديدة على الرغم من انها مجرد خزانات ولكن يعتبر تجرع هذه وجهة نظر اليمنين يوتيوب مش انا انا من كوكب الزهرة تكون فاهم فبيقول لك هذه جراءة انك تطلع سربك وتجينا وتضرب واهداف مدنية ميناء محطة كهرباء مدنية خزانات وقود مدنية تكرير نفط للاستخدامات المدنية فهذا الشيء يعتبر تصعيد كبير كيف تنتهي الاحداث احباي احنا متابعين ونتوقع ان يأتي الانتقام اليمني الليلة والمتوقع الليلة قبل الفجر يحصل شيء وهنشوف الاحداث احباي وحنا متابعين اول باول في ختام هذه الحلقة لا يساعد يسوى نشكر كل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الاخيرة هذولا المتابعين العتاولة حقنا وهنا وسهلا بكونوا الاخوة والاخوات الجدد في القناة احباي اكتم صارب في التعليقات اشتركوا فعلوا زيجرس اضغطوا لايك ارفعونا ريد هذه الحلقة واذكروا الله كثيرا يذكركم واستغفر الله العظيم لي ولكم وحطراكم في حلقة اخرى هذا لكم من اتحيي انا اي من القاسم يدوم تنبود وسالمين جميعا